المهندس سعيد الحكيم رائد أعمال في مجال النظم المميكنة مدير التطوير بشركة تاجر وشركة كونفيرتد إن وشريك المؤسس لشركة بوتمي خبرة بمجال التسويق والتجارة الإلكترونية منذ عام 2011 موسيقى 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 مهندس سعيد الحكيم أصغر صاحب شركة في مصر أهلا بيك أهلا بيك في الأول وقبل ما أكلمك عن التطبيقات التي عملتها عشان تحللنا مشاكل متواجه كانت الـ HR بس عايزة أسألك نهاردة عن تجربتك الشخصية أنا عرفت كده أن أنت أسست شركتك الأولى أنت عندك 25 سنة آه يعني كمان قبل كده أعتقد أنا عملت أكتر من حاجة يمكن بطني هي اللي كملت دلوقتي فدي كان عندي وإحنا بنبدأ كان عندي تقريباً خمسة عشرين ستة عشرين هي من أربعة وخمسة سنين إحنا لقينا أنه طالما فيه فرصة وطالما فيه أن نلحق يعني أننا نقدر أخش للماركت وأدخل تكنولوجي جديدة للماركت المصري والماركت المصري كمان هيستفيد بيها وكمان دلوقتي بقت أكتر في الماركت كمان العربي كله فقلنا ليه لأ فبدأنا على الأرض اللي هي اشرح لللي مش عارف إيه هي باطمي إيه هي إيه الأبليكيشن حلت مشكلة إيه دايماً أنا عارفة إنه أي تطبيق أو حل تكنولوجي لازم يبقى فيه أزمة وهو اللي بيملى الأزمة دي أو بيحله طيب باطمي أنا شريك مؤسس في شركة باطمي باطمي هي منصة للأوتوميشن الأوتوميشن بالتحديد في مجال الشاتس فإحنا بنقدر إن إحنا أوتوميت الشاتس بدل من صاحب البزنس يجيب حد مثلاً هو يخش يرد على كل حد بيخش يكلمه على البزنس بتاعه فهو بدل ما يعمل كده على طول أو بدل ما يعين حد ويضطر بقى يكتر الناس كمان إلا هو بيعينهم بالتتالي يعني فبالتالي إحنا بنساعده إنه هو يرد على الناس دي بشكل أوتوماتيك لأن الأسئلة ممكن تبقى متكررة بالضبط وممكن تبقى معروفة مثلاً بالضبط هو تقريباً بيبقى 35% من أي بيزنس بيجيله الأسئلة كلها متكررة فإحنا لقينا إنه لو في طريقة أوتوميت بيها الأسئلة دي فدي هيكون حاجة أحسن زي في البنوك مثلاً بالضبط لما البنك بيدي لك اختيارات أنت عايز كذا أو كذا أو كذا والأسئلة كلها موجودة ومتجوبة بالضبط كده اللي إحنا عملناه إنه إحنا عملنا الطريقة دي بطريقة سهلة الأول كان الموضوع برمجة وكان الموضوع صعب جداً كان فيه منصات بتكون موجودة برا مصر يعني بس برضو بتكون أصعب أو أغلى بالنسبة للمستالك المصري أو صاحب العمل يعني في مصر بس إحنا حبينا ساعتها إن إحنا نخلي الموضوع بشكل أبسط الموضوع يكون سهل جداً أي حد يقدر يستخدمه في مجالات بقى زي البنوك زي التجارة الإلكترونية دلوقتي زي الـ HR حتى إن الناس تخش تسأل أسئلة عن مثلاً عن فضيلي كم يوم أجازة مثلاً فالحاجات دي كلها لنا دي كلها أسئلة متكررة وطالما بنقدر نجيبها من مكان واحد للداتا فليه لا ما نعملش حاجة تكون بتسهل على الناس ده فعملنا بوتمي بوتمي بقى لها تقريباً أربع سنين تم استضافتنا يعني في الحدث السنوي بتاع فيسبوك ده الحدث الرسمي السنوي الأكبر لفيسبوك كنت موجود في الإيفنت ممثلاً عن مصر ولا بصفتك المؤسس لبوتمي؟ إحنا كذا شركة مصرية بس أنا كنت المتحدث العربي الوحيد يعني اللي طلع في الإيفنت ساعتها إحنا اتكلمنا عن حكتين، كلمنا عن الشركة واتكلمنا كمان عن الفرص اللي موجودة في الشرق الأوسط تحديداً مصر بالنسبة لمجال التجارة الإلكترونية والأوتوميشن في مجال التجارة الإلكترونية ومجال اسمه السوشيال كوميرس أو التصويق الإجتماعي فده المجالات اللي كانت فيسبوك شايفت أن مصر من الدول اللي ليها اللي بتعاملها من نموه كبير جداً في العالم إحنا تقريباً تالت أكبر دولة في العالم في النمو بتاع التجارة الإلكترونية وده بس تحديداً اللي كنت عاوزة أسألك فيه لأنا عايزة أعرف سمعت في الفترة الأخيرة كتير عن دعم الدولة لمشروعات اللي فيها أفكار بتخدم تكنولوجيا أو تكنولوجيا بتخدم مجالات في سوق العمل أه بالضبط يعني فإن الدعم اللي انت شفته اللي انت أخدته من الدولة وشايف أنه متاح وحلو نعرف الناس عليه هو فيه أكتر من حاجة الصراحة يعني الدولة بقت مهتمة أكتر بموضوع الستارتوبس أو الشركات النشاعة خصوصاً في مجال التكنولوجيا بأكتر من حاجة زي دلوقتي تيك هي حضنة أعمال تبيعة للدولة وزارة الإتصالات فيه آي تي ده آي تي ده بيدعمونا كتير جداً هم دعمونا إن إحنا نكون بمثل الجناح المصري في ويب صامت ويب صامت ده أكبر مؤتمر تكنولوجيا بيتعامل في العالم وهما بيجمعوا أكتر عشرة شركات كل سنة تكون واجهة لمصر هناك إحنا كنا في موجودين في سنة 2019 كل دي مؤتمرات بتتكلم عن التكنولوجيا بنقابل ناس من بلاد تانية عاملة حلول فحلو التعرض لحاجات شبه كده طبعاً بالضبط وكمان يعني تشجيع صراحة سنة الوزيرة عمر طلعت وزيرة صلاة كان معنا في فتاك النصامت اللي إحنا كنا موجودين فيه وقاستنا على البرودكت يعني عجب اللي إحنا عاملينه وعجبه كمان كذا شركة كمان معنا يعني إحنا بنحاول إن إحنا نكون نقدم منتج المنتج ده يكون سواء هنا بيشتغل كويس هنا في مصر أو كمان في السوق العربي إن شاء الله بعد كده في السوق يعني عموماً في العالم في العالم آه يعني إن شاء الله والسوق المصري في حد ذاته كتير إحنا كتير آه جداً إحنا 100 مليون فرصة يعني بالضبط أنا عايز أسألك تاني رجوعاً لمهنة الـ HR والتحدياتها اللي هي أصلاً مهنة إنسانية بالأساس بالضبط عملتلها إزاي حلول تكنولوجية وده يفيد ولا يضر يعني أنا للنظرة الأولى كده أقول خسارة يعني خسارة يضيع التواصل مثلاً ما بين الشخص ومديره بتاع شؤون العاملين بالمسمى القديم لأنه إحنا عايزين جزء إنساني في الحكاية بالضبط حلتوها إزاي طيب المجال بتاع شؤون العاملين أو الـ HR هو بيكون مقسوم حتتين جزء فعلاً فيه تواصل والجزء التاني بيكون مبني أكتر على حاجات أساسية بتتعامل مع كل موظف زي لو إحنا هناخد الموضوع إزاي الـ automation هيساعد فإحنا هناخده من الأول خالص من أول توظيف الموظفين إن أنا بدل ما أنا أقعد أجيب مثلاً موظف الموظف ده لسه هيعلن في كذا مكان عن إيه هي الوظيفة اللي هو عايز يوظفها يشوف مين الـ candidates أو مين الناس اللي هتقدم على الوظيفة دي إذا كانوا بينفعوا أو لا فدلوقتي ده كل ده بتعمل شكل automation هو بيعرضها على المواقع بتاعة التوظيف ومواقع التوظيف دي كلها بتشوف له مين من اللي بسجلين على الموقع ده هو المناسب للوظيفة دي وبيعرضوا على الـ HR فهو يعني وفر الوقت اللي كان هيفرده أو كان هيقضيه كله علشان يفرز كل الناس دي كلها فهو الوقت ده كله تقطع بالموضوع ده اللي اتقلتو ده برضو مهم بس خطير لأنه ده يخلي الناس اللي بتكتب بقى الـ CV بتاعها تكتبوا مظبوط بالضبط عشان تتشاف في أي منظومة بتستخدم تكنولوجي بالضبط عمله تدينينا نصايح كده بما أننا HR في مهارة يعني افتكر المرة حد قال مفيش حد في مصر بيكتب مهاراته كله بيكتب شهاداته ده صح؟ اه يعني هو هنا الناس بتكتب شهادات أكتر ما بتكتب المهارات معين بره العالم بره دلوقتي ما بقاش بيعاين بالشهادات قوي جوجل وفيسبوك والناس دي كلها مش بيعاين بالشهادات دلوقتي ولكن الناس بتعاين أكتر بالمهارات احنا هنا بنفتقد أن احنا نعمل تيمبلت أو نعمل خلانا نقول توضيح لكل حاجة الواحد بيعملها ايه الوظائف اللي هو بدأها كان بيعمل ايه في الوظيفة دي؟ الحاجات دي بتفرق جدا مع سواء لو فيه HR هيبص عليها أو سواء لو system كمان هيبص عليها طيب ولو system بتهيقلي أهم؟ اه لو system طبعا أهم بكتير إن هو هيبقى شايف اللي هو مهتم إن هو يماتش أو يوفق الحاجات اللي طالبها موظف الHR مع الحاجات اللي عند الكانددت أو عند الموظف فلو هو ما لقاش إن هو كاتب نفس الحاجة بنفس الطريقة مش هقدر يجيبه أنا عايزة بس أشاهد الشباب اللي معين اسمح لي كم حد بيكتب في السيفي بتاعه؟ انتوا عملتوا سيفيهات ولا لأ؟ خلق كم حد بيكتب مهاراته؟ أنا شاطر في واحد اتنين ثلاثة حد عمل كده بالكده؟ في أربعة من حوالي أربعين اه يعني هو فدي نسبة فعلا ده اللي حاصل إنه بالضبط يعني الناس ما بتكتبش المهارات بتاعتها ما بتكتبش كمان مهمها الوظيفية جول وكل وظيفة وعملها الإنجاز اللي هو عمله في كل وظيفة لأن ده بقى بيفرق جدا مع سواء هنا أو برا مصر يعني بأن مصر بتشهد دلوقتي إن بقيت في توظيف خارجي كتير قوي يعني المصرين بيتوظفوا برا دلوقتي أسرع بكتير من جوة يعني بيتوظفوا برا وهم جوة بالضبط اه يعني الريموت جوبز دلوقتي بقت كتير جدا ده ده أحد الحاجات اللي في التكنولوجي يعني التكنولوجي اللي موجودة في مجلة شعور هي اللي ساعدت إن يكون دلوقتي في مصرين كتير بيممكن يشتغل في أمريكا ويشتغل في ألمانيا وهكذا من غير ما يسيب بيتو أصلا يعني هو بيشتغل من هنا وفي كذا سوفتوير بيساعد الشركة هناك إنه يتتابع إن الموظف ده بيقدم مهامه الوظيفية مركز في شغله وهكذا طمنتني وقلقتنا يعني أنا طمنت على إنه قدقيت دولة بترعى المبادرات دي كلها الشركات النشأة في المجالات دي وأخيرا بقى دينا نصيحة يعني الـ HR المخضرة أنا عارفة أن أنت بتطور تطبيقي ساعد الـ HR لكن إيه اللي عايز تقوله مثلا للناس اللي لسه بتشتغل بالطريقة التقليدية وتحديدا في اختياراتها للموظفين؟ الناس المفروض بتريد تركز أكتر على التكنولوجي التكنولوجي راح أفين؟ إحنا دلوقتي بنتكلم إن تقريبا 38% من الشركات في العالم بتستخدم الزكاة الإصطناعية في المهام الوظفية للناس يعني في خلال الخمس سنين جايين هيبقى أكتر من 60% من كل الشركات بتستخدم زكاة إصطناعية بشكل كبير جدا بشكل مساعد للموظفين في شركات هتزيد لـ 30% كمان و25% و30% بتعتمد بس على الزكاة الإصطناعية بدون حتى الاحتياج لقرارات من البشر يعني فالحالة دلوقتي إن الناس تبتدي تركز أكتر على التكنولوجي تبتدي تركز أكتر هو هيشوف التكنولوجي كمان سنة رايحة فين كمان سنتين رايحة فين لأن الناس دلوقتي لسه بتاخد الحاجات القديمة بتتذكر عليها بس هو لأ العالم بره رايح في حتة تانية بتديت الناس تتساعد من تكنولوجيز جديدة لابتدى يبقى في تطور أكتر رايح بس الفكرة كلها اللي بيكسب يعني هو اللي بيشوف السوق بره رايح فين لأنه هو طالما راح بره في حتة فهو هيجيلنا ودلوقتي بيجيلنا أسرع كمان مع التحول الرقمي للدولة فهو كمان هيجيلنا أسرع فبالتاني أجلس مشوف بره إلي بيحصل علشان أبتالي شوف جوه بقى إلي هيتعمل بالزبط وعشان أعرف أخدم جوه بشايف الدنيا وصلت لقيا بالزبط أنا أشكرك جدا رب دانا خليك شكرا جدا ليجيا رب دانا خليك شكرا جدا ليجيا والشغل اللي أنت عامله شغلة حقيقي مهم وحقيقي شغلة عاملة شكرا جدا ليك شكرا شكرا